كلمات الأربعة زبدة وحرف يعتبر مش موجود يعني النطق يعني النطق نهائي مش بطر تاني كلمة هي ومعناها خليط فيها حرف بنعملها مد شوية يعني باتا تحس ان هي مد بالألف أما تالت كلمة هي بتا زي ما احنا شايفين حرف الار ملوش اي وجود في النطق لحد دلوقتي يعني نعتبره مش موجود بتا مش بنعمل كسرة على وهي معناها أفضل أما رابع كلمة فهي بيتا بيتا فيها كسرة على حرف البي شوية ومعناها مر يبقى النطق للأربع كلمات بتا باتا بتا بيتا بيتا